مدينة الملك خالد العسكرية شمالي السعودية ستتحول إلى ساحة لأكبر وأهم تدريبات عسكرية في تاريخ المنطقة رعد الشمال، الاسم الذي أختير لهذه المنورات التي تحاكي أعلى درجات التأهب القصوى للجيوش المشاركة عشرون دولة ستكون ممثلة بجيشها وعتادها إلى جانب قوات درع الجزيرة الخليجية تتصدر الدول المشاركة السعودية إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى كالإمارات ومصر والمغرب وتونس وسلطنة عمان وقطر والأردن والسودان والسنغال وباكستان والشاد وماليزيا وقوات درع الجزيرة هذه التدريبات العسكرية فريدة من نوعها أيضاً من حيث عدد القوات المشاركة ونوعية العتاد العسكري عشرات الألاف من الجنود من الدول المشاركة سيتدربون على رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية وعتاد عسكري يعكس التنوع الكمي والنوعي للقوات المشاركة مئات الدبابات والمدرعات والقطع البحرية ومنظومات الدفاع الجوي إضافة إلى مقاتلات حربية متنوعة ومتطورة ستشارك في المناورات التدريبات ستستمر أكثر من أسبوعين وتسعى الدول المشاركة من خلالها إلى تطوير كفاءة قواتها ورفع جاهزية القتال لدى الجيوش المشاركة وتنفيذ مهام مشتركة لحماية الدول العربية والإسلامية من مختلف الأخطار وتأتي هذه التدريبات من حيث حجمها وتوقيتها لتؤكد أن الدول المشاركة متفقة على ضرورة حماية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأيديها ترجمة نانسي قنقر